موسيقى في عام الدراسي يستجد ملف الانتهاكات المستحدث الذي تطال هذا الحق ولقد بدأ العام الدراسي الجديد بداية حزينة فقد تواصلت حملة القمح وقد طالت أعداد جديدة من طلاب لتغيبهم خلق القطوان ليحرموا من حق التعليم اليوم يظهر مشهد جديد من الاستهداء اعتقالات الطلاب بأعداد مختلفة بعد التجمهر غير قانوني ما يحدث الدراسي إعاقة وصول الطلاب إلى المدارس وأيضاً هذا ما يحدث لمدارس الدراس وطلاب منطقة الدراس مظاهر عسكرة الشوارع وهي مظاهر عسكرية في كل مناطق البحرين الطالب يتمشى بين المدرعات وبين رجال الأمن المسلحين داهباً بحقيبته إلى المدرسة أي نفسية لهذه الطلاب توسيع كتب ممسقة وبانية لا تتوافق مع التطلع العلم إحباط طلاب المغفورين في الجامعة لم يقبلهم في الرغبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة بعضهم وصل إلى الرغبة التاسعة كلها أمور قد تحبط الطلاب ولكن نحن نقول لهم كلها تنصب من أجل تحقيق حالة من الامتناع عن مواصلة العلم والكثير من الأسباب للامتناع من واصلة علمهم ونقول أن نتائجها كارثية عندما توصل حالة للطلاب لعمتناع عن المدارس وهم أحرار موجودين بيننا يرفض الطالب أن يقول موجود في المدرسة نعرف أن هناك أسباب كثيرة المراد منها هي تجهيل هذا الشارع الجهل ماذا ينتج؟ الجهل ينتج حالة من الضحف والخموط وعدم أمكانية محاربة الاستبداد والطلب والتطلع إلى الحرية والتطلع إلى المشاركة السياسية ما يجرنا الآن أن الكثير من عوائل المعتقلين نحن رصدنا في حدود أربعمائة طالب علم مدرسة وموجود خلف القطوان هذا فقط طلاب المدارس ولكن طلاب الجامعة أعدادهم تفوق هذا بكثير مجموعة العدد المعتقلين أكثر من أربعة المراحل المدرسية والمراحل الجامعية والقآليات وتطلباتنا ومطالباتنا الدائمة كما تعرفون بأن حق التعليم حق أصيب يجب أن يحظى به كل مواطن في الدول الدمقراطية التي تسعى إلى النمو والاستغار والتطور حتى عندما يكون هناك معتقل جنائي هي توفر له كل السبب من تحويله من إنسان جنيه إلى إنسان متعلم لأنها تدخل بأن هذا الإنسان وهذه الطاقة إذا وفرت لها سبل التعليم سيتحول من إنسان مؤتي في المجتمع إلى إنسان إيجابي ولديه طاقات مهمة كي المجتمع تستغلها لتوفير هذه الطاقة ولكن قلابنا المحدودين من المدارسة اشتركوا في القناة